مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الاولى والذي نعرض فيه اهم الاخبار التي تطرقت اليها الصحف الصادرة هذا اليوم نبدأ بيومية الوطن التي نشرت موضوعا حول رصد خمسمائة مليون دولار لتطوير مركب الحجار وقالت ان السلطات العمومية وضعت نصف مليار دولار على الطاولة لاعادة مركب الحجار للحديد والصلب المتواجد بولاية عنابة الى مجده السابق وجعله احد مفاخر الصناعة الوطنية واكدت الصحيفة ان وزير الصناعة علي عون اعلن عن تخصيص المبلغ المالي الضخم لتحديث وسائل الانتاج وعصرنة الات عمل مركب الحجار وهو التصريح الذي استقبله خمسة الاف وستمائة عامل بالمركب بارتياح كبير وفق ما نشرت ذات اليومية اما جريدة الخبر فكتبت من ناحيتها عن قرار شركة سونتراك بالتنسيق مع العملاق البترولي السعودي ارامكو برفع اسعار الغاز السائل الذي تقومان بتصديره وقالت سونتراك ترفع السعر بيع الغاز السائل حيث افاد متعاملون في اسواق الطاقة ان شركتين قامت بتعديل اسعار الغاز لهذا الشهر حيث رفعت سونتراك سعر الغاز بنسبة تتراوح ما بين 1.6 و2 بالمئة عن السعر الذي كان مطبقا في شهر جنفيا الماضي مثلما نقلت الصحيفة عن وسطاء التجاريون ومتعاملون في مجال المحروقات ونقلت الجريدة عن وكالة رويترز قولها ان ارامكو السعودية رفعت سعر غاز البروبان والبوتان بما يعادل عشرة دولارات ليصبح ستمائة وثلاثون دولارا وستمائة واربعون دولارا للطن المتري على التوالي يومية لسواق درجغي نشرت من جانبها موضوعا رئيسيا تحت عنوان العملاق الايطالي اني يعزز مكانته في الجزائر وقالت ان الشركة الايطالية وسعت من نطاق استحوذاتها في قطاع المحروقات بالجزائر حيث انه لم تكت تمر سنة واحدة على امتلاك اني لاصول شركة بريتش بريتوليون في الجزائر سرعت الشركة الايطالية العملاقة في قطاع الطاقة على الاستحواذ على مجمع شركة نيبتون انيرجي التي اكدت الشركة الايطالية شراءها بما فيها ممتلكاتها في الجزائر رغما عن محاولات غريمتها الفرنسية توتال انيرجيز تحسين وضعيتها في سوق المحروقات وكذا بقيت الشركات العالمية الكبرى التي سعد للاستحواذ على المجموعة وأوضحت الصحيفة أن مجموعة نيبتون انيرجيز تتواجد في الجزائر من خلال استغلالها لحقل الغاز في منطقة توات منذ الفين واثنان بشراكة بين صنط راك بنسبة خمسة وثلاثين بالمئة والباقي بين شركة انيرجي الفرنسية ونيبتون انيرجي التي تمتلكان خمسة وستون بالمئة من مجموعة الاستغلال توات غاز بارتنرز وقد استحوذت المجموعة الايطالية اني على ممتلكات نيبتون أيضا في بريطانيا وهولندا وفق ما ذكرت الجريدة أما صحيفة الحياة فنشرت خبرا حول تحذيرات وزير التجارة من المؤامرات الخبيثة التي تحاك ضد الجزائر حيث أكد الوزير في كلمته أمام المشاركين في الدورة الخامسة لاتحاد التجار والحرفيين أن التجار الجزائريين واعون بتلك المؤامرات والمخططات التي تهدف إلى ضرب استقرار البلاد لكنه أوضح أن الجيل الحالي من التجار والحرفيين والاقتصاديين صاروا واعين بتلك المخططات الخبيثة وهو ما يستوجب من الجميع تعزيز الأمن الاقتصادي والانخراط في مساعي تعبئة عناصر قوة الجزائر أما جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا فقالت أن عدد الذين دخلوا سوق تجلبين للسيارات المستعملة بولاية بومرداس في اليوم الأول من عودته للنشاط بلغ 2500 سيارة لكن حركة الشراء والبيع كانت بطيئة مبرزة أن أربعون متعاملا ينتظرون افتتاح معرض الباهية للسيارات وقطاع الغيار بوهران غدا وأشرت الصحيفة أن الكثير من الفاعلين في قطاع المركبات ينتظرون معرض وهران لعرض منتجاتهم من عربات وصيارات وكذا قطاع الغيار التي ينتجها صناعيون جزائريون مهتمون بتطوير القطاع والمساهمة في الرفع من نسبة الإدماج الوطنية في صناعة السيارات بهذا نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية تقديم عرض بعض مواضيع الاقتصاد في الصحافة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض الأخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف الصادرة هذا الصباح متابعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى ابقوا معنا